السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد هتكلم معاكم النهاردة عن الفيديو ترانسفورمر وزي ما وضح قدامك من الاسم من الالجوريزم دوت مبني على الاركتيكتشر الخاص بالترانسفورمر وانا شرحت الاركتيكتشر بالتفصيل اللي هي البيبر بتاعت الاتنشن اللي ظهرت في 2017 لو انت جيت هنا عندي على اليوتيوب هتلاقي هنا البليلست اللي اسمها ترانسفورمر داخل البليلست دي فيه 5 فيديوز شرحت فيهم كل كبيرة وصغيرة موجودة داخل الاركتيكتشر الخاص بالترانسفورمر ولكن زي ما انت عارف ان الاتنشن الزهوري يونيد اول مظاهرة كان بتشتغل على موضوع السيكوانس تو سيكوانس تاخد منك مثلا اللغة العربية والترجمها لك للغة الانجليزية فلازم تشوف الفايف فيديوز دول عشان لو ما شفتهم شابانت هنا كده بتضيع وقت ومش تفهم الفيديو بتاع النهاردة ولا الفيديوز اللي احنا نشرحها في المستقبل اللي هتكون معتمدة على الترانسفورمر واللي هم كتير جدا يعني تمام فخلان نرجع بقى للبرزنتيشن بتاعتنا هنا الفيديوز ترانسفورمر هو التعمل تحديدا عشان موضوع الامج كلاسفكيشن يعني هو بدأ ان هو يخبط في الـ CNN شوية الـ CNN زي ما انتوا عارفين او الـ Convinitional Neural Network عمانها يالا لكم سنة 1989 واكترية الالجوريزمس الموجودة في الكمبيوتر فيجن معتمدة على الـ CNN يعني لما تيجي مثلا تفكر كده بمنطبية وتبص على اليولو الالجوريزم من اول اليولو فيرجان 1 لحد اليولو فيرجان 9 هتجد ان كل الالجوريزمس دي عبارة عن الـ CNN هتجد ان تبص على الـ R-CNN، الفاستر R-CNN، الفاستر R-CNN، المسك R-CNN كل الالجوريزمس دي اللي شغال في الـ background عبارة عن الـ CNN فاذا الـ CNN مسيطرة بشكل كبير جدا جدا من سنة 1989 على اكترية الالجوريزمس اللي موجودة في الكمبيوتر فيجن لحد زي ما انتوا عارفين سنة 2017 زهرت الـ Beaver بتاعت الـ Attention is all you need اللي هو بقى كان بتتكلم عن الـ Transformers في موضوع الـ Sequence to Sequence وقلت لك بعد كده حصل الـ Contributions كتير على الـ Beaver دي وناس بقى بدأت تاخد الـ Decoder لوحده وتعمل منه حاجات زي ما الناس بتاعت جوجل ريسيرش خدت الـ Encoder فقط يعني زي ما انت عارف ان الـ Architecture عبارة عن Encoder و Decoder هم خدوا الـ Encoder فقط واستخدموه في موضوع الـ Image Classification فيه ناس اشتغلت على الـ Decoder، فيه ناس برضه حسنت من الـ Vision Transformers زي ما نشوف بعد كده في السوين ترانسفورمر يعني زي ما احنا شايفين قدامنا كده سنة 2020 ظهر الـ Vision Transformers والـ Vision Transformers يعتبر برضه الـ Backbone لـ Algorithmus زي Grounding Dino V2 زي DEIT ده برضه Algorithmus مبني على الـ Vision Transformers زي الـ Clip كل دي Algorithmus مبنيه على الـ Transformers زي ما نشوف كده قدامك العبارة الموضوع عبارة عن تسلسل لازم الاول تفهم الـ Transformers Vision Transformers بعكاس وان ترانسفورمر وبرضه الـ Bertha هنشرحه وهنشرح ان شاء الله كل الـ Algorithmus دي تمام؟ Vision Transformers لما ظهر عشرين وعشرين كان ظهر في الـ Paper اللي قدامنا دي هذا التايتل بتاع الـ Paper اللي هو An image is worth 16x16 words Transformers for image recognition at scale هنعرف دلوقتي سبب انه هنا في التايتل بتاع الـ Paper حاطت 16x16 ليه مثلاً؟ مش 14x14 تمام؟ هنا افكرك باللي احنا كنا بنعمله في الـ Second to Sequence اللي احنا شرحناه قبل كده بالنسبة للـ Transformers كان بيبقى عندك التكست بتاعك عبارة عن سيكونس يعني بحاجة كده بتتغير بمرور الزمن بعد كده كنت بتاخد الـ Text ده تعمله Including بعد كده بتعمل برضه Positional Encoding عشان بتعرف المكان بتاع كل الكلمة موجودة عندك في الـ Text وبعد كده كنت بتعمل Some Michelin للاثنين على بعض وبتبدأ ان انت تدخل على الـ Multi-Head Attention اللي هو بيكون جواها Self-Attention والـ Self-Attention بتبدأ انها تجيب لك الـ Similarity ما بين الكلمات وبعضها نفس الموضوع هنا برضه الزمان هناك كنت مثلاً فيكتور اللي هو بتعملها Embedding يعني وتبدأ ان انت تكمل بها الخاص بالـ Encoder هنا برضه نفس الكلام انت الصورة عبرها مجموعة بيكسل والبيكسل دي أرقام خلاص خد البيكسل دي اعملها على شكل فيكتور وابدأ ان انت دخلها على الـ Encoder واستخدم الـ عشان تطلع الـ Similarity ما بين الأجزاء وبتاعت الصورة وبعضها تمام فخلينا خدها step by step هنا مثلاً لو انت عندك sequence عبرها عن كلمات والكلمات دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد كل كلمة ونضربها في بقية الكلمات يعني مثلاً انت عندك هنا الكلمة دي X1 فاللي انت كنت بتعمله في الـ Alpha Attention في الـ Dot Product لو انت شفت الفيديو انا بعتمد في شرحي ان انت دلوقتي شفت الفيديوز اللي فاتت فعندك هنا X1 بتضربها في X2 اللي هي هنا وبعدكها في X3 X4 هكذا لحد X12 تمام؟ بعدكها كده انت خلصت خلاص X1 هتقوم مسك X2 هتضربها X2 في X1 وبعدكها X2 في X2 X2 في X3 لحد X2 في X12 وهكذا على الـ 12 فيكتور اللي موجودين عندك ده اللي كان بيعمله الـ Alpha Attention وبعدكها بيطبق الـ Scaling وبعدكها بيطبق الـ Soft Max وبعدكها بيبدأ ان هو يضرب في الـ V ويطلع الـ Output بتاعه تمام؟ فهنا عندنا 12 كلمة يعني لو انت جيت حسابة الحزبة بتاعتك المتريكس اللي هتطلع لك من الـ Multi Head Attention هتكون عبارة عن عندنا 12 كلمة هيبقى 12 في 12 اللي هي هتكون المتريكس اللي قدامك دي لو انت اخد بالك هنا عندنا 12 صف و 12 عمود يعني 144 قيمة تمام؟ فده بالنسبة لشكل الـ Output اللي بيطلع معاك وطبعا كلما الـ Seconds بتاعك هيزيد كلما انت الـ Operations بتاعتك بيزيد والـ Time Complex بيزيد وبالتالي المتريكس دي هتزيد فإذا المتريكس دي اللي هتطلع لك من الـ Multi Head Attention تعتبر Quadratic Dependency on the Sequence Lens يعني بكل بساطة معتمد على طول الـ Sequence بتاعك زي ما قلتلك الـ Sequence هيزيد هيزيد الـ Dot Product وبالتالي الـ Values اللي في المتريكس دي هتزيد طب ده بالنسبة للـ Text احنا بنتكلم مثلا في صور دلوقتي يعني مثلا هتديك مثال لو احنا عندنا صورة الصورة دي الـ Size بتاعها 256 في 256 عندك 256 بيكسل في الغاية و 256 بيكسل في الـ White فلما تيجي تضرب هنا انت بتاخد كل بيكسل على حدة وتضربها في 255 بيكسل الباقية وبعد كده اخد البيكسل اللي بعديها تضربها في 250 بيكسل الباقية تمام؟ فاذا هتبصد تلاقي ان انت هنا المتريكس اللي هتطلع لك هنا الشب بتاعها يكون كم في كم؟ انت هنا طبعا 256 في 256 يعني الصورة فيها 65 ألف بيكسل تمام؟ فلما تيجي بقى تعمل عملية الضرب عندك خمسين صورة عندك 65 ألف بيكسل بتضربهم كلهم في بعض عشان تطلع الـ similarity ما بينه طيب عندك 65 ألف بيكسل 65 ألف بيكسل هتديك رقم كبير جدا فطبعا ده يعني حاجة مش ممكنة حاجة مش ممكنة بالنسبة للالجوريزم ان احنا مثلا ناخده نشغاله real time او ان احنا حتى مش real time لو احنا ناخده ونعمل بيكسل على صورة الموضوع ياخد وقت كبير جدا يعني تمام؟ حتى لو انت عندك سيرفر قوي احنا هنا بنتكلم بالنسبة لصورة واحدة فقط ما بقى لك بقى انت عشان تعمل ترينج على 3 مليون صورة زي الـ data vision transformer متضرب عليها يعني فطبعا الموضوع هيكون غير ممكن بالمرة واخد بالك انا هنا كمان باتكلم معاك في low resolution image اللي هي 256 في 256 ماذا لو عندك 512 في 512 دي صورة تانية يعني اللي هي برضو ما زالت تعتبر low resolution فهنا في الحالة دي في 512 في 512 هيكون عندك 262 الف بيكسل برضو عدد كبير هتاخد 262 الف بيكسل في 262 الف بيكسل هيديك الـ size بتاع الميتريكس اللي هي تطلع عليها مثلا زي الشكل ده كده تمام؟ هيكون عندك عدد كبيرة جدا وبرضو بقول لك فإذا كون ان الـ vision transformer يتعامل مع الصورة وياخد كل بيكسل لوحدها ويعتبر ان بيكسل دي توكن زي ما كنا بنعمل هناك في التكست الموضوع ده مش هينفع خالص بسبب الـ competition هتكون صعبة جدا يعني حتى لو انت عندك سيرفرز قوية لسيرفرز بتاعة جوجل ولا مايكروسوفت برضو الموضوع هيكون إضاءة للوقت بشكل كبير فهو فكر فيها الراجل فكر فيها بطرقة مختلفة شوية قال لك انا مش هتعامل مع كل بيكسل على حد انا هاخده الصورة بتاعتي اقسمها لمجموعة batches وبعد كده ابدأ اكمل الترانسفورمر بتاعي او الـ architecture الخاص بالترانسفورمر اللي قلت لك هيكونها برا عن الـ encoder بس لان اخد بالك من حاجة انا دلوقتي كل اللي هشرحولك في الفيديو بتاع الـ vision transformer هو ازاي ان انت تدخل الـ input بتاعك على الـ vision transformer بس وبقيته الـ architecture زي ما هو زي ما احنا شرحنا بالضبط في موضوع الـ seconds to sequence اللي هو الـ basic architecture اللي شرحناها قبل كده تمام فهو زي ما قلت لك الراجل فكر فيها قال لك انا اخد الصورة وقسمها لمجموعة batches كل batch عندي هيكون 16 في 16 لازالك الاسم بتاع البيبر زي ما قلت لك هنا 16 في 16 دي دلوقتي عرفت هي اجاب نين هو قال لك انا اخد الصورة دي كده قسمها لمجموعة batches كل batch 16 في 16 بيكسل تمام وبعد كده الباتش دي اللي هي عبارة عن 2D عندك هنا كل batch عبارة عن 2D ليه كوردنات X و Y يعني بالنسبة لكل بيكسل هنا البيكسل دي لها كوردنات على X ولها كوردنات على ال Y وهكذا فالفكرة هنا بقى ان هو هيطبق linear transformation linear transformation بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هنا هياخد كل batch على حده طبعا زي ما انت عارف ان الترانسفورمر بيشتغل بشكل برد يعني الباتش ده هتاخده دلوقتي بدل ما هو عبارة عن 2D تحول ال 1D هتخليه عبارة عن column vector نفس الكلام بالنسبة لبقية الباتش تمام؟ بعد كده الباتش دي لو مثلا الباتش الواحد قلنا 16 في 16 يعني ب256 هيكون عندك column vector في 256 قيمة اللي هي البيكسل بتاعتك يعني تمام؟ بعد كده يدخل على linear projection عشان يعمل dimensionality reduction يقل الdimension شوية بتاع البيكسل دي كلها لان زي ما قلتلك كده عندك صور كتير ومحتاج تسرع الprocessing بتاعتك شوية فهنا linear projection دي ما هي الا Neural network بتطبق المعادلة ان احنا عارفينها بتاعت ال WX Plus B واسناء عملية التريننج بقى الموديل بيحاول ياخد المست relevant pixels بياخد الفيتشرز المهمة من الصورة بتاعتك وبيبدأ ان هو بعد كده بيطلع الباتش دي هو وبيزود هنا حاجة اسمها بيزود هنا class يعني حاجة كده بتكون معمولها hard decoded هنتكلم عنها دلوقتي المهم يعني ان ده الصورة ده خلت على linear projection اللي هي Neural network هي طلع لك هنا دي كلها او كل باتش بيطلع له vector تمام فالvectors دي مفروض زي ما ارتلك بتكون بدايمنشا اقل بعد كده بيزود positional encoding بنفس الطراب تاعت السين والكوزين اللي احنا شرحناه قبل كده وبعد كده هنا بيدخل على الانكودر اللي موجود فيه الترانسفورمر تمام تعالا نفهم بتفاصيل اكتر ده الarchitecture الخاص بالترانسفورمر عندك هنا زي ما انت شايف الانكودر والديكودر فده بنستخدمه في موضوع seconds to sequence ممكن انت بقى تفكر في الموضوع وتعمل contribution بحيث ان انت تخلي برضو الترانسفورمر يخبط في الجان شوية بمعنى ايه؟ بمعنى ان في الجان لو انت فاكر لما شرحنا كان عندنا حاجة بتعمل image to image translation يعني مثلا بتدي الجان صورة تفاحة يطلع لك صورة برتقانة بتدي له صورة للزبرة بيطلع لك صورة هورس والكلام ده شرحناه في cycle جان لو انت فاكر يعني والبكس تو بكس جان المهم انت هنا برضو ممكن تستخدم الانكودر والديكودر وتفكر فيها وتحاول تعمل paper او تعمل thesis تعمل image to image translation يعني المهم خلنانا في الموضوع بتاعنا اللي هو vision transformer الراجل اللغة ده دم خلاص مش موجود معنا قلنا الديكودر مش موجود احنا هنا دلوقتي يشغلين على الانكودر بس ده اللي احنا بنستخدمه تمام فالترانسفورمر ده اللاير دي هي بتنفذ نفس الستيبس اللي قدامك دي وان الستيبس دي كلها انا شرح multi head attention اللي وجوها self attention add and norm عامل عنها فيديو feed forward neural network عادية خالص هنا عندك residual connection عامل فيديو عن residual connection كل الكلام ده موجود في 5 videos دول تمام؟ عشان ما تقولش بس ان انا بكاروت الشرح نرجع تاني خلاص قلنا هنكمل مع الانكودر دي صورة من ال paper نفسها تمام؟ يعني بتوضح الarchitecture cacol الخاص بال vision transformer وردتلك ان احنا عدنا الصورة الصورة دي بنقسمها لمجموعة batches كل batch بدل ما هو عبارة عن 2D هنخليه دلوقتي عبارة عن 1D ندخله على linear projection يعني neural network عادية خالص زي ما ردتلك بتعملي dimensional reduction فهنا الصورة دي الياتو دي هنحاول على الوان دي وندخله على linear projection هيتطلع علي هنا فيكتور ده الوان مفهود هيكون نفس الكلام الصورة دي linear projection هيتطلع علي هنا فيكتور ده وطبعا الواحد ده ده فيكتور خاص بيه الـ vector الاول بتاع الباتش ده بتاع الباتش الاول تمام؟ وده هو الـ positional encoding ده الـ positional encoding vector اهو positional encoding vector بنزوده على الـ batch embedding لان الباتش ده احنا خدناه خلاص فعملنا له embedding خليناه عبارة عن 1D vector تمام؟ linear projection هيتطلع عليك الـ vector ده تزود عليه الـ positional encoding و الـ positional encoding زي ما قلتلك عاملناه فيديو باستخدام الـ sine والـ cosine نفس الكلام بقى بالنسبة لبقية الباتش زياني وهنا زي ما قلتلك هو extra learnable class embedding هنا هو عامل حاجة قلتلك hard decoded بمعنى ايه؟ بمعنى انه بمعنى انه عامل لها في الـ architecture نفسه هو هنا معرف فيكتور زيادة ومتدي له برضو positional encoding فالفيكتور ده كل فكرته بس الجزئية دي برضو موجودة في الـ بيرت لما نجلاش راح الـ بيرت هتلاقي حاجة زي كده برضو موجودة انه بيزود هنا على فيكتور زيادة الفكتور الزيادة ده هو اللي هياخده هياخد الـ output منه يعني من الـ transformer وبعد كده يعمل multi layer preceptor on head ويعمل classification للـ class تمام؟ متنساش ان الـ vision transformer زي ما قلتلك بنستخدمها عشان نعمل image classification فتقدر تقول ان كل الـ يعني ده اللي الموديل بتاعك هيتعلمه هيتعلم بقى انه ياخد كل الـ vectors دي ويعمل لها embed داخل الاكسترا learnable class embedding اللي هو اللي هو الفكتور اللي ساويته ده تمام؟ يعني اكنك بتجيب الـ information كلها كل الـ global information بتاع الصورة اللي انت مدخلها كل الـ information دي هيحصل لها embed هنا تمام؟ وده يعني ده ده الـ output اللي هياخده يعني هو ااخد الـ output بتاع الفكتور ده تمام؟ هيتطلعه من هنا من الـ transformer encoder وبعدها ياخده هيدخله على الـ Neural Network ويعمل classification تمام؟ يعني كل الـ outputs بتاع الفكتور دي هيتكون من الـ cancel يعني هنا في الـ transformer encoder مش هناخد الـ outputs اللي تطلع من هنا من الـ vectors دي كلها لا ناخد الـ output بتاع الفكتور ده بس وده اللي احنا هنعمله classification يعني تمام؟ فاللي انا عايزك ترافه دلوقتي ان اللي هو الـ extra learnable برامتر اللي هو مزوده هنا او اللي هو عمله hard decoded او عمله predefined هنا الـ vector ده ده زي ما قلتلك عشان يعمل embed او يخزن فيه الـ global information الخاصة بالصورة بتاعتك ككل هنا ده اللي الـ vision transform بيتعلمه يعني اسمان عملية التريننج وزي ما قلتلك بياخد من هنا ويعمل classify تمام؟ وده هو transformer encoder اللي هو على اليمين ده هو مختلف نوعا ما عنده في ترتيب الـ layers مش اكتر يعني لو انت اخذ بالك هنا في sequence كان عندك multi-headed attention بعد كده add and norm هنا عندك norm يعني بتاخد الباتش او الباتش دي اللي هي الصورة بعد ما تطعطها بتاخد كل بتش وتحاوله الـ 1D وبعد كده عندك بتعمله normalization واحنا عاملين فيديو عن normalization وبعد كده عندك هنا وعندك هنا ال-K و ال-Q و ال-V دخل على multi-headed attention اللي هو داخل فكده بتعمل addition اللي طالع من هنا وبعد كده بتطبق norm multi-layer perceptron وبعد كده خلاص بتيجي هنا في الاخر بتطبق multi-layer perceptron head عشان تعمل classification تمام خلينا ناخد example عشان تفهم الفكرة بشكل اعمق عندنا الصورة اللي قدامنا دي 224 في 224 ده height وال width هنقسم الصورة دي لمجموعة باتشز على حسب ال-paper الراجل جرب الراجل مرة جرب ان هو ياخد 14 في 14 و مرة جرب ان هو ياخد 16 في 16 ف16 في 16 height وال width يعني بتاع كل باتش افضل accuracy تمام فاحنا برده هناخد نفس ال-example ده عندنا باتش size هناخد كده الصورة ونقسمها على شكل grid كل كل grid او كل يعني region موجودة عندي الصعيز بتاعه يكون 16 في 16 بيكسل تمام فاذا هيكون عندنا كام باتش التوتال هيكون كام هتاخد height وتقسمها على 16 وهتاخد ال width تقسمها على 16 هاديك اللي هو 14 في 14 يعني عندك الصورة كلها دلوقتي قسمتها ل196 باتش ده طبعا على حسب البيبر برضو ان هو 16 في 16 يعني مفيش اي overlaping اثناء عملية الاسترايد تمام يعني تاخد الباتش ده وبعد كده هتاخد ال 16 في 16 اللي بعضيهم اللي هو الباتش ده وهكذا مفيش overlaping بيحصل اثناء عملية الاسترايد طيب بعد دلوقتي ما قسمت الصورة بتاعتك لمجموعة من الباتش تبدأ بقى ان انت تاخد كل باتش على حده مثلا انا اخد الباتش ده كده اهو وحطه هنا ده قد عبارة عن 2D باتش تمام كله عبارة عن 2D يعني كل باكس اللي هي كوردينت اكس واي هنبدأ ان احنا ناخد الباتش ده كده بدل ما هو عبارة عن 2D اهعمله فلاتين كده افرده اخليه عبارة عن 1D فيكتور بالشكل اللي قدامنا ده كده تمام اي ان كان بقى هنا عندك 16 في 16 يعني عندك 256 يبقى اذا ال فيكتور ده او ال D model هيكون عندك 256 قيمة داخل ال فيكتور ده اللي هو ال 1D تمام؟ طيب لحد دلوقتي داخل الامور واضحة طبعا لو انت شغلنا على الصورة سريد شانل فهيبقى عندك 16 في 16 في 3 يعني تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى طبعا خلاص احنا هنا اه تاني اعمل معك ركاب سريع جبنا الصورة اسلنا المجموعة باتش كل باتش 16 في 16 الباتش نفسه عبارة عن 2D عملنا له فلاتين بقى عبارة عن 1D طيب بعد كده ايه اللي احنا كنا بنعمله هنبدأ ندخل على linear projection of flattened batches تمام؟ وانت خلاص دلوقتي عملت لباتش بتاعتك تمام؟ فتعالا بقى نبدأ ندخل على linear projection وانا قلت لك linear projection دي ما هي الا Neural network بتطبق ال equations اللي قدامك دي اللي هو ال WX plus B انت دلوقتي عندك الفكتور بتاعك اللي هو ال 1D جوه مجموعة من البيكسل تمام؟ فبتبدأ بقى تاخد كل بيكسل اللي هي هنا بمثابة توكن كل بيكسل او كل توكن وتضربها في الويت وبعكاة تزود عليها bias وبتطلع بقى على حسب عدد ال Neurons اللي انت بتحطها بيطلع لك يعني انا مثلا ممكن الفكتور ده بدل ما هو طوله مثلا 256 او اي ان كان الطول بتاعه كام؟ فانا بحدد هنا عدد Neurons معين وبتلاقي ان الفكتور ده بيحصل له embed داخل عدد ال Neurons اللي بيطلع هنا زي مثلا Neurons Network العادية لما تيجي تعمل classification بيكون عندك هنا مثلا 50 Neurons وهنا بتيجي عندك 3 classes cat و dog و horse هذه cat و هذه dog و هذه horse تمام؟ وهنا fully connected تمام؟ وبعد كده بتبدأ ان انت تطلع 3 outputs من هنا تمام؟ يعني اللي انا عايز اقوله لك ان عدد ال outputs اللي بيطلع من هنا انت بتتحكم فيه فهنا انت بتعمل dimensionality reduction هنا بقى ده دي اللي انا قلت لك علاقة في البداية اللي هو انت بتاخد الفكتور ده بتطبع عليه Neurons Network العادية خالص هنا بيطلع لك اي عدد من Neurons او اي عدد بقى من values انت عايزه داخل الفكتور نفسه تمام؟ طبعا ده كان مثال ابسط هنا مش الصورة اللي احنا اشتغلنا عليها دي يعني هنا قسمناها او الصورة دي كانت 256 في 56 وقسمناها 16 في 16 كان عندنا هنا كم كان عندنا تقريبا 196 باتش تمام؟ انما احنا هنا الصورة قسمناها لاربع اجزاء بس للتبسيط وعندنا هنا 4 باتش كل باتش بتدخلو وبيطلع لك هنا كل باتش 2 دي بتحولو ال 1 دي وبعد كده بتدع linear transformation فاحنا كده واقفين فين دلوقتي احنا دلوقتي واقفين لو جبنا الarchitecture خلاص واقفين هنا طلع هنا خلاص من linear projection عمالنا ده من والحقيقة ده من شنوات الريدوكشن دي لها مجموعة فوائد يعني لان زي ما انت عارف ان مش كل البيكسل اللي في الصورة هتكون مهمة لان انت دلوقتي تخذت الصورة السنتال مجموعة باتش فمش بالضرورة ان كل البيكسل دي هتكون مهمة لان اللي بيحصل في البيكسل دي اصلا لما انت بتدخلها هنا على ترانسفورمر الترانسفورمر اللي هو الانكودر اللي هو اللي قدامك ده فيه هنا في المالتيهيد attention فيه سلفة attention دي كل دورها ان هي بتحاول تجيب ما بين الباتشز وبعضها ده معانا ان هي بتاخد البيكتور بتاع الباتش الاول تضربه في بقية البيكتورز التانية وهكذا بالنسبة لبقية الباتشز يعني فالسلفة attention هو اللي بيجيب لك ما بين الباتشز وبعضها عشان يعرف البيكتورز اللي موجود في الصورة عبارة عن ايه تمام؟ فاذا البيكتورز اللي انت طلعتها هنا بعد linear projection اللي هو البيكتورز بتاعها بيكون قليل المفروض البيكتورز دي بيكون فيها الموست relevant information او الموست relevant بيكسلز البيكسلز المهمة ده طبعا هيسا لأصناع عملية الترينج هتلقى ان الneural network اللي موجودة هنا في اللير دي بتحاول تاخد من الone d vector اللي احنا طلعناها من هنا بتحاول تاخد اهم البيكسلز وتمثلها في الdimension الاقل اللي بيطلع من هنا تمام؟ عشان دي برضو هتكون مفيدة لسلف attention زي ما قلتلك ان هو يطلع مبين الباتشز وبعضها عشان يعرف الصورة دي هتفيها ايه تمام؟ طيب نكمل احنا كنا وقفنا لحد هنا خلاص فهمنا الفكرة بقى قلتلك ان انت عندك هنا one d vector linear projection فمثلا لو الdimension بتاعك هنا كان 256 ف الdimension ده هيقل هيبقى 128 وبرضو موضوع ان انت قلت الdimension ده هيكون مفيد ان انت يكون عندك هنا fixed dimension بالنسبة لكل الباتشز لان لما بديك تقسم الباتشز بتاعتك من الصورة ممكن مثلا توصل لمرحلة كده في اخر الصورة ان انت خلاص ما عندكش بيكسل ما عندكش بيكسل كفاية ان انت تاخد ال 16 ف ال 16 تمام؟ ففي الحالة دي بتبدأ ان انت يعني هنا بتزبط الdimension تحس كل الdimension يكون fixed اللي هو اللي طالع من ال linear projection وتقدر ال multi layer انه ياخد منك ال input من غير اي مشاكل يعني بعد كده بتبدأ ان انت بقى تزود ال positional encoding بتاعتك يعني الفكتور اللي انت عملت اللي انت عملت عليها ده نفس ال concept اللي احنا شرحناه قبل كده تمام؟ وبعد كده هتبدأ بقى ان انت خلاص زودت ال positional encoding ودي خلاص الجزئات دي شرحناه هنا على transformer encoder transformer encoder اللي هو ده اللي احنا شرحناه قبل كده في transformers بتاع ال paper الخاصة بال attention as you need وبعد كده ال output اللي يطلع لك من هنا خد بالك انت هتاخد ال output بتاع ده بس زي ما قلت لك دلوقتي تعتبر اللي بيحصل عملية training كل ال information الخاصة بال vectors دي كل ال information الخاصة بالصورة بتاعتك بتكون هنا في ال vector ده فده اللي انت بتاخده وبتعمله بتطلعه يعني من transformer encoder بتاعك ده اللي بيطلع من هنا تمام وبتدخله هنا على Neural Network Neural Network عادية خالص بتعمل بيها classification وبتطبق يعني soft max في الاخر عشان تعرف الصورة دي هتوابنا عن انهي class تمام فده دي شكل الصورة يعني ده اكزامب اللي هو برده جايبه لك من اول ما بتاخد الصورة بتاعتك بتقسمها ال patches اللي هو بيكونوا برا عن 2D كل patch بتحولوا ال 1D وبعد كده بتبدأ ان انت تعمله linear projection عشان تعمل dimensional reduction عشان عارفنا ايه فكرة بعد كده تبدأ ان انت تدخله على transformer encoder اللي وريتلك الشكل بتاعه اللي هو transformer encoder ده تمام وبعد كده ال output اللي بيطلع لك من هنا بقى بتبدأ ان انت تدخله اهو تدخله هنا كده على multi layer perceptron head Neural Network عادية خالص زي ما قلت لك وبتعمل classification هنا في الاخر اللي هو بيكونوا برا عن soft max وبيقول لك plus ده برا عن ايه تمام فده بالنسبة يعني لموضوع vision transformer زي ما انت شايف كده الموضوع بسيط جدا يعني وما فيوش اي حاجة معقدة زي ما قلت لك كل الفكرة او الموضوع هو ما فيه مبني على الفيديوز اللي احنا شرحناها قبل كده الخاصة بال transformer طيب ايه بقى الفرق ما بين ال CNN يعني لو انت هتستخدمها ك classification وال transformer لو انت هتستخدمه ك classification اولا لو انت هتستخدم transformer ك classification هتلاقي الترانسفورمر محتاج huge data set يعني هم اصلا في ال paper الخاصة بال vision transformer عشان يطلعوا accuracy كويسة استخدموا data ال data دي تقريبا فيها 303 مليون صورة انت متخيل العدد عشان بس يجيبوا accuracy كويسة تكون عادة ال state of the art اللي هي ال resnet الخاصة بال CNN واحنا شرحين برضو ال resnet يعني اما كنا بنشرح ال residual connection المهم يعني فيه هنا حاجة اسمها high inductive bias خاصة بال CNN ودي قد فيه ما معناها ان انت بتعمل مجموعة من ال guidance بالنسبة لي ال CNN برضو بمعنى ان انت عندك الصورة بتاعتك الصورة دي بتبدأ ان انت تطبع على مجموعة من ال عشان تعمل feature extraction فاول حاجة بيكون عندك الفلتر ده اللي هو عامل زي الكون ده تمام ده فلتر الفلتر ده بتطبع على الصورة على مثلا هنا مجموعة بيكسل هنا تمام بيطلع على confirmation معينة الفلتر الثاني ده اللي هو الكون التاني ده بتطبقه هنا مثلا كل فلتر بيكون غير التاني انت بتطبق مجموعة كبيرة من الفلتر زي تمام فكل فلتر بيديك response معين فاذا في ال first layer لما بتيجي تطبق مرة واحدة يعني هو بيعمل feature extraction بيبدأ ان هو يشتغل على كل مجموعة من الصورة بتاعتك كل sub pixels بيشتغل على وبيعمل لك feature extraction نفس الكلام في ال layer دي بس طبعا هنا ال layer دي ال layer التاني اللي هو مثلا الفلتر ده بص الفلتر ده الصعيز بتاعه كبير شوية اللي هو الفلتر ده كده تمام فالفلتر ده الصعيز بتاعه كبير ليه؟ لانه بيكون شايف جزء اكبر من الصورة بمعنى ان انت هنا قلت لك بيطلع لك هنا مثلا ال neuron دي بتحتوي على معلومات مثلا عن ال 3 في 3 بيكسل اللي هنا تمام في ال configuration layer اللي بعديها مثلا هتلاقي ان ال neuron اللي هنا بتحتوي على معلومات اكبر معلومات اكبر من الصورة اللي هنا ال layer اللي هنا الفلتر ده مثلا بيحتوي على معلومات اكبر فانت اذا كل ما بتخش ديبر كل ما بتلاقي ان ال neurons اللي هنا بتحتوي على معلومات أكبر من الصورة وده مش حاجة جديدة بنقولها يعني قلناها كتير قبل كده فده معنى الـ High Inductive Bias ان انت مش قادر تشوف الصورة بتاعتك كلها مرة واحدة ده في الـ CNN مش قادر تعمل Feature Extraction على الصورة كلها مرة واحدة على عكس الترانسفورمر بيكون عندك Low Inductive Bias Low Inductive Bias يعني ايه؟ يعني بيكون قدامك بص ده الترانسفورمر أو الـ Vision Transformer قلتلك الميزة في الترانسفورمر ما بيشتغل بشكل بررر يعني كل الباتشيز دي بتخش مرة واحدة والموضوع بيكون اكله Matrix Multiplication زي ما شرحت لك قبل كده فاللي بيحصل هنا ان كل الباتشيز دي بتخش فاذا الـ Encoder بتاعك او الـ Architectural الخاص بالـ Vision Transformer هو بيشوف الصورة كلها مرة واحدة ويقدر بقى يطلع اي علاقة ما بين الباتشيز وبعضها او يطلع الـ Similarity زي ما هو عايز هنا في الـ Encoder او في الـ Silver Attention يعني تمام؟ فاذا الـ Transformer شايف الصورة كلها مرة واحدة وبيبدأ ان هو يعمل Classification بشكل كويس يعني او وسريع على عكس هنا الـ CNN بيكون عندك High Inductive Bias يعني بتعمل كزا Layer او كزا مرحلة عشان بس تعمل Extract لكل الـ Information من الصورة بتاعتك مرة واحدة يعني تمام؟ ده بالنسبة لي Vision Transformer دي الـ Paper بتاعتهم تقدر ان انت تعملها دا والـ Load وتقراها هنا بيعمل يعني هنا في الـ Abstract بقى بيبدأ ان هو يخبط في الـ CNN وقول لك خلاص بقى الـ CNN رحت عليها ومش عارف ايه بس طبعا الـ CNN ما زالت بتستاذة بشكل كبير لحد دلوقتي لان زي ما انتو عارفين الـ Compitutional Complexity بالنسبة لـ Transformer بيكون اعلى يعني فهنا ده الـ Architecture اللي احنا لسه شرحينه مع بعض دلوقتي تمام؟ خلاص اعتقد انت فهمت كل حاجة هنا معناه ايه؟ ولو قررت دلوقتي الـ Paper وشفت الشرح التالي وشفت الشرح اللي احنا عاملينه قبل كده عن الـ Basic architecture اللي هو في موضوع seconds to seconds فانت الـ Paper دي هتفهمها بكل بساطة هتقدر تفهم كل المقارنات اللي موجودة فيها يعني تمام؟ وطبعا الـ Vision Transformer في منه 3 موديلز هم عملوا 3 موديلز عندك الـ Vision Transformer عندك الـ Base Model والـ Large والـ Huge هنا بقى بالنسبة للـ Base Model بيبدأ بايعامل لك المقارنة وهو كان عنده هنا 12 layer وهنا بالنسبة للـ Hidden Size هنا بالنسبة للعدد الـ Hidden Size مثلا بالنسبة لكل architecture Multi-rayal Perceptor اللي هو بتعمل لك classification في الآخر عدد الـ Heads عدد الـ Heads اللي موجودة داخل الـ Self-Attention لو انت فاكر الـ Multi-Ead Attention قلت لك ما هو إلا Self-Attention ولكن متقرر كزا مرة وكل Self-Attention بيكون لها Head فهو هنا كان مستقضم 12 Head وده Total Number of Barometers طبعا هنا في الـ Huge Model بص عدد الـ Barometers فانت بقى عندك الـ CNN بتعمل architecture بتاعك وفي الآخر بتشوف الـ Summary وبتشوف عدد الـ Barometer فاخد مثلا الـ Vision Transformer قارن عدد الـ Barometers اللي انت بتطلعه من الـ Vision Transformer حتى الاقتراح improamped على الداتبتاعتك مع عدد الـ Barometers اللي انت بتطلعه عن الـ CNN واشوف الفرق ما بينهم يعني فإقرأ انت بقى الـ Paper ان شاء الله الموضوع يكون واضح بالنسبة لك يعني لو في هاي حد عنده سؤال يسوبه في الـ Comments وهي بقيت البح Laurent وهاثب لك اللينك بتاع الـ Paper دي برضه في الـ Description وشكرا والسلام عليكم شكرا